ممكن قبل الفصل بس اوضح حضرتك حاجة كمان حضرتك سيدي المشاهد يعني توقيع العقد النهائي مع التحالف اللي بتقوده هيئة مواني ابو ظبي هو مش بس الحقيقة رسالة اقتصادية شديدة الاهمية او هو رسالة على مستوى الصناعة يعني من جهة على مستوى النقل والنقل البحري من جهة وبالتالي هو رسالة اقتصادية اه طبعا لا بس هو رسالة سياسة اعلقت مينة سفاجة بالسياسة لا ما فيش اي علاقة يا بس كل الحكاية انها مينة على البحر الاحمر والبعض شكك في المرور الامن في البحر الاحمر التوقيع النهائي هو قتلا لهذا الشك او قتلا ووئدا لهذه الشكوك بص البحر الاحمر هو بحيرة امنة هعتبر بحيرة يعني هعتبر انه هو في وسط المنطقة العربية يعني فهو بحيرة عربية امنة بقوة الحكمة المصرية من جهة وبقوة العسكرية المصرية من جهة ده مما لا شك فيه طيب التوقيع ده معناه ايه معناه ان الناس اللي جاءت استثمر معانا وتساهم في التشغيل وفي التطوير لهذا المينة خدماته اللوجستية بقلاعه الصناعية الناس دي بنتكلم على تحالف تحالف تقوده هيئة ابو ظبي او هيئة مونيا ابو ظبي وطبعا فيها مصر بعتبر ان انا صاحب المينة وفيها شركات اخرى كل هذا التحالف هقولك انا انساني ماشي كل هذا التحالف هيوقع العقد النهائي على بحر المرور فيه غير امن ده امن وامن وامن فهو رسالة للكل لكل الشركات لكل الخطوط بتقول المرور في البحر الاحمر امن مية في المية مرور في قناة السويس امن مية في المية دي بتاعتي في ايدي البحر الاحمر علي مصر وعلي المملكة العربية السعودية وعلي السودان الشقيقة العظيمة وعلي جنوب السودان وعلي اريتريا وعلي جيبوتي وعلي الصومال وعلي اليمن الذي نتمنى ان يعود سعيدا ادريا كريم والاردن في الخليج في العقبة ده مهلوش حد التانية انا مش شايف حد تاني علي فلسطين حلو فهرجع وقولك تاني هنا في الحتة دي ايه هي رسالة للكل البحر الاحمر امن انا بقولك من عندنا امن بقوة الحكمة والحسم المصري والعلاقات المصرية الزكية اخبرك من كلمة الزكية دي وامن بقوة العسكرية المصرية ده مما لا شك فيه الرسالة بقى اللي جاية من هذا التحالف لا تقلقوا ابدا على رأيي هند صبري في الفيلم لا تخافوا اشتركوا في القناة